تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية وذلك في إطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة واستعرض الواء أركان حرب سامي مصطفى علي موسى مدير الإدارة منظومة العمل بالمعامل الرئيسية ومدى جهزيتها ومستوى الكفاءة العلمية والفنية لها وذلك ضمن منظومة التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة بكافة أسلحتها التخصصية موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذي توليه للإدارة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها على أكمل وكه ترجمة نانسي قنقر